السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزاء الصغار في درس جديد لمادة اللغة العربية للصف الأول الابتدائي الفصل الدراسي الأول وحدة عائلتنا الدرس الأول بعنوان حرف الباء خمسة التعبير أياما نبدأ درسنا بكل نشاط وحماس الكتابة سنتعلم اليوم التعبير دعونا نتأمل هذه الصورة ماذا يوجد على الطاولة؟ بيضات جبن وحليب متى نتناول هذا الطعام؟ نعم في وجبة الفطور ماذا نتناول أيضا في وجبة الفطور؟ العسل المربى الجبن البيض ونشرب الحليب أو عصير البرتقال أحسنتم؟ لماذا نحن نتناول وجبة الفطور؟ ما هي الفوائد التي سأحصل عليها عند تناول هذه الوجبة؟ ممتاز إنها تقوّل بدن وتزيد من النشاط والحيوية للجسم أحسنتم وتدعمنا بالفيتامينات والمعادن التي نحتاجها والآن دعونا نبدأ مع السؤال الأول لكن هيا نتأمل الصورة مرة أخرى ونذكر ماذا يوجد على الطاولة؟ كم بيضة هنا؟ ثلاث بيضات أحسنتم وأيضا قطعة جبن وعلبة حليب أحسنتم الآن علينا أن نصل بخط الجملة والكلمة المناسبة على الطاولة قطعة حليب بيضات أم جبن ممتاز قطعة جبن أحسنتم على الطاولة قطعة جبن أحسنتم وعلبة حليب أم بيضات رائع حليب وعلبة حليب أحسنتم فإذن على الطاولة قطعة جبن وعلبة حليب وثلاث بيضات ممتاز لنقرأ الآن الجملة مرة أخرى رددوا معي على الطاولة قطعة جبن وعلبة حليب وثلاث بيضات مرة أخرى بصوت عال على الطاولة قطعة جبن وعلبة حليب وثلاث بيضات الآن بصوت منخفض على الطاولة قطعة جبن وعلبة حليب وثلاث بيضات أحسنتم بارك الله فيكم لننتقل إلى السؤال الثاني هيا معا نكون جملة بترتيب البطاقات الآتية لدي هنا يحب أسرته بدر يحب هي البطاقة الأولى يا ترى ما هي البطاقة الثانية؟ هل هي أسرته أم بدر؟ ممتاز يحب بدر أسرته بارك الله فيكم هيا نردد الجملة يحب بدر أسرته يحب بدر أسرته صوت عالي يحب بدر أسرته صوت منخفض يحب بدر أسرته بارك الله فيكم لقد قمتم بعمل مذهل وبذلك يكون درسنا قد انتهى لهذا اليوم هيا دعوني ألقاكم في دروس أخرى اشتهدوا وثابروا وراجعوا الدروس أولا بأول إلى اللقاء